اهلا وسهلا بكم في المحاضرة 61 من دور التعليم برنامج فوتوشوب ضمن دبلوم والتصميم الشاملة في اخذ المحاضرة ان شاء الله رح نبتد سلسلة تعليم الموكب او سلسلة شرح تطبيقات الموكب في البداية رح ناخد مقدمة على فكرة عمل الموكب ومن ثم رح نشرح تفاصيل انشاء الموكب بالطريقتين طريقة المودل وطريقة المودلينج نفتح ملف جديد وليكون 20 سنتيمتر للعرض في 10 سنتيمتر للارتفاع وطبعا نروح على اداة الركتانجل تول ورح نضيف مثلا شكل مستطيل هذا الشكل مستطيل وليكون بهذا الشكل لو هذا الشكل مستطيل استنسخناه خمس نسخ مثلا اثنين ثلاثة اربعة خمسة وجئنا على اول واحد اللي هو هذا الشكل الاول غيرنا لونه هذا الشكل الاول خلينا مثلا احمر رح نلاحظ انه التغيرات التيم على المستطيل الاول فقط اما هذه المستطيلات فرح تحتفظ بنفس خواصها السابقة طيب ممكن واحد يستيقول هذا المستطيل نفسه خلقنا من عنده هذه المستطيلات او نفسه استنسخنا من عنده هذه المستطيلات عندما غيرنا المستطيل الاب لماذا لم تتغير المستطيلات الاخرى السبب انه هذه الطبقات ليست طبقات smart object طيب شون يعني smart object نتراجع خطوع الى الوراء هذا المستطيل لو حولناه smart object واستنسخنا خمس نسخ ايضا خلينا بها المكان واجينا على المستطيل الاول او اي مستطيل من هذه المستطيلات ولا يكون الاول ضغطنا عليه double click واجينا هنا نغيرنا اللون الى مثلا اللون الاخضر ومن ثم نخرج ومن ثم yes رح نلاحظ انه كل المستطيلات تتغير الى اللون الاخضر طيب اذا اجينا على هذا المستطيل وصعدنا الطبقة الفارغة الى الاعلى مثلا ورسمنا بالبراش هذا الرسم ونخرج yes رح نلاحظ انه كل المستطيلات رح تتأثر بنفس التأثير لو اجينا على هذا المستطيل الاول وضفنا صورة معينة وليكن وليكن هذه الصورة وليكن بهذا الشكل ونخرج ومن ثم yes رح نلاحظ انه كل المستطيلات رح تتأثر بنفس التأثير طيب طبعا من هذه التقنية او من هنا فكروا المصاممين انه يكتشفون في شيء اسمه موكب هذا الموكب هو عبارة عن طبقة ذكية هذه الطبقة الذكية تتأثر عندما نعمل عليها التعديلات يعني عندما نغير التعديلات ونحفظ هذه التعديلات رح يتغير التصميم على التعديلات الجديدة اللي احنا اجريناها طيب يعني مثلا نحن شرحنا في احدى المحاضرات السابقة رح نصنع كيوب مثلا هذا الكيوب وكعب ومثلا رح نخلي بلون وليكن هذا اللون وهذه الطبقة رح نسويها smart object convert to smart object وطبعا نصغرها مثلا بهذا الشكل طبعا نروح على alt ونسحب نخلي بهذا المكان ونضغط على control نبقى ضغطين على control ونقطع هنا نضغط click هنا بهذا المكان ومن ثم اوكي نسحب نخلي بها المنطقة وطبعا هذا ايضا نخلي بهذه المنطقة طبعا لازم نلاحظ تسلسل ان هذا لازم يكون بالبداية وهذا اللي هو الجزء الخلفي لازم يكون بالنهاية طيب هذا المستطين نفسه نستنسخه نخلي بهذه المنطقة مثلا وطبعا نخلي بهذه المنطقة بهذا الشكل مع control اذا لاحظ انه الاشكال متداخلة مع بعض السبب انه الالوان مختلفة او السبب انه يفضل انه نضيف سترك طبعا نفتح اي واحد من هذه المستطيلات ونضغط double click هنا بهذه المنطقة ونضيف سترك وسترك يكون inner وطبعا ممكن يكون السترك ثلاثة ومن ثم ok ونخرج yes السترك راح ينضاف بشكل تمام نجي هنا نسق المستطيل هذا راح نخلي على صفحة ونجي اللي هنا هذا لابد ان يكون بالمقدمة هذا جيد وهذا ايضا لازم ينزل الى الاسفل تمام هذا هنا راح نخلي بهذه المنطقة طبعا هذا مجرد مثال لتشي يعني يعني مداخل بالمحاضرة هذا راح يصعد الى الاعلى لابد انه التسلسل المنظور وايضا نروح على control نخلي بهذه المنطقة ونضغط على ok تمام اذا اجينا على احد المستطيلات وليكن هذا المستطيل او اي مستطيل هذا المستطيل هذا المستطيل مثلا وضفنا صورة file place مثلا ضفنا هذه الصورة وليكن بهذا الشكل اوكي وطبعا راح نجي نضيف layer style او نضيف clipping mask حتى يصير عندنا هالتأثير نخرج ومن ثم ويس راح نلاحظ انه المكعب راح يمتلي بهذه الصورة وراح كل الصور راح تتأثر وتتغير بنفس الصورة اللي احنا سوينا طبعا هذا فكرة المكعب بشكل عام صورة بها smart object او تصميم يحتوي على smart object عندما نغير على smart object راح يتغير التصميم بشكل مباشر ان شاء الله في المحاضرات القادمة راح نشرح اكثر ونتناول فكرة المكعب بشكل اكثر ان شاء الله نلتقيكم في المحاضرات القادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة